تحسن المرأة الجزائرية في صناعة الحلويات. تحسن المرأة الجزائرية هذه خريقة كلية فنون جميلة باسم حلويات. سلامة مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عائلة فاطمة ومدر. كما تشوفوا المخبس الجزائري بأيادي تونسية. 100% تونسية مداما كنا في العنوان مخبس تونسية يعني بشنا عملوه بالدين تونسية. والمكونات كما تشوفوا لدينا ثلاثة كيلات لوس بودر مرحية نجمو ترحوه زادة فقدار. أنا عندي حاضر وديك تحطي تراشة ملح وشوية صكر فاني وعندي كيلة نقصة شوية صكر وبيبات. ثلاثة كلياتي لنقصة مبعضهم ومن بعد بشنخلطهم في المكسير لازمي نقصتها مبعضهم بالقدر بالقدر. نجمو من بعد بشنزيدو كما تشوفوا مغارفة زبدة. لهنى بعد ما خلطهم في المكسير مبعضهم ترحوه. بشنزيد لمغارفة الزبدة. وبشنزيد مغارفة العسل اللي بشتاعتيني التعليكة من بعد في المخبز زمت. خلطهم بالجداء بالجداء وعندي بيضاء بحرارة الغرفة كيف كيف ركفتها بحدها ومن بعد بش نبدأ نزيدها بشوية بشوية الخليط هذا يشبه للكعك العنبر بتاعنا بتاع تونس يشبه له بالضبط كيف كيف وغير احنا نعملوه صغير والفونيسيون بتاعه مختلفة هنا نشوفو بيدنا اسكم مازالت تشرب اعظام ولا لانزيدو بشوية 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 حقيت كعبة عظام صغيرة خطر كمية اللوز اللي عندي صغيرة من بعد بش اللفة بابيسولوفان وبش مبيتها الليلة كاملة بيتها الليلة كاملة في الفريجيدين تعطيكم البنة بعد ما يتيب المخبز متاعكم لهني الديامتر متاع عندي بريسكسان كوحدة صغيرة لسرسوه ديك اللي وردت لكم في الفيديو السابقة قبل في المشتريات نبسطوا اللعجين اللوز متاعنا وعلى هسا شي بش تطلعنا بوم بي الكعبة المخبز متاعنا ونسق موهو شوية باليد كيما تشوفوا منظرها ياسر محلية ومن بعد بش نحطها في الكشت الغاز ولا في الفور متاعي على مية وخمسين درجة ومدر ثلاثة درجة ما خليهوش تيب ياسر خاطر بشي حلنا من بعد من هنا نحاولو نسوها بالجداء بالجداء ونحطوها في الطبق متاعنا اتيب لنا وفي الآثنين بش نحطو طاوي كعجين تسكر متاعنا وذك التايلوز بش نحطوه المغرفة بتاع التايلوز بش نشكلو الأشكال بش نزينو بها المخبز متاعنا وخليت لكم فيديو واحد وكفيش بش نعملو الأزهار ان شاء الله نحطو لكم بعد الفيديو هذا لكن قبلو مش نحطو الطالية اللي عملتها مش نحطوها وحدها بش تبين وحدها خير في الفيديو هنا بش بعض نحل العجينة الصكر متاعي نحطو ساشي كما تشوفو بش متلسقناش في القلقاء ومن بعد بش ناخذو شوية متايلوز ونخلطوها مع الميت واللي غيراء غذائي ونلسقو به الورق الذهب متاعنا نحطو الصاشي متاعي ولا ببيسولوفان ونبدأ نحل فيها رقيقة ما هيش خشينة وما هيش جويدة ومن بعد بش نقسمها الجرائر الجرائر كما تشوفو طريقة سهلة ماذا بنا هذي نحضرها زادا قبل بنهار بش تشيحلنا من بعد بش نزينو بيها طوعنا في الخدمة الحق حضرتها نهار تلي طيبت اللي مخبز ما حضرت هيش من قبل الجوست حضرت الوردات قبل بنهار والمخبز العجينة ارتحت قبل بنهار ومن بعد اجبت شكلتها للشكل اللي واريته لكم من بكري وفي الأثنين نبقى نعسى على الفور وما نسهيش عليه باش ما تشيحليش المخبز المتاعي من بعد كيف كيف باش نعود نفس العملية بلعجينة الصقرة الحمرة وزيتها شوية ملعجينة قرر البيضة وبعد باش نحل نفس الطريقة كما تشوفو في الفيديو واضح على الأخر باش نقصها كيف كيف جرائر 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 وماذا بيكم هذية نعود نذكركم قبل بنهار باش نشيحلكم باش نوعكم في الخدمة نهني باش نحلهم باش نحطهم على البلانشها ديكا باش نحطهم بجنب شبك باش يشيحولي شوية باش النجم نستعمله ما خاطر استعملتهم في نهار تطيب المخبز وكان باش تستعمله في نهارتها تبقوا تتقلبهم بشوية بشوية حتى للي اتشيحلكم ما تخليوش على نفس الشيرة نهني يشوفو المخبز متاعي قام حافظ على شكله وطابلي بالجداء احمار يبقى من داخل فيه التعليكة الهني باش نعمل الطالية متاعي متاع المخبز نحب تهلكم في فيديو واحدة باش تركزوا فيها ياسر سهلة هي الحق ما محبيتش نطور الفيديو خاطر الفيديو متاعنا طويل ومحبيتش نقص منه باش حاجات الهني نحاول نطلها بالجداء بالجداء تكون لازم طبقة ما هيش خشينة وما هيش خفيفة ونخرجوا ماذا بنا الهواء اللي موجود باش ما يعمليش تاكتولات والمنظر متاحا يجي مهوش به العملية ذي بعد ما نكاملوا نطلهم الكول بالطالية الموجودة نخليهم على قلي بيت وليلة كاملة لكن انا ما خليتهم مش بيت وليلة كاملة جز حليت عليهم الشباك خاطر قاعدة نستنى باش نذوق الجو متاع المخبز متاعنا انتو ما ما تمسوها مش بلايسهم متخليهم ليلة كاملة ومن بعد شفتوا الاحرافة ديك على جنب زيدة باش نحيها من بعد بالسكينة بشوية بشوية الوقت اللي تشيح متستعملوا ما تمسو هيش وهي مزلت الترية متعاملوش نفس اللي عملتوا انا لكن انا متهلكوا ليش بتبيعه عرفت كيفاش نتصرف معاه اه اما انتو ما ماذا بيكم تخيل الله كيف كيف ليلة كاملة باش نجموا اه تنفو لحويف متاعها وماتهلكمش كعبة المخبز متاعكم نهني كيف كيف الطالية متاعي حاتت على شوية كولون روج ما كثرتوش منه برشا روج عاطي على الراز لونه يسر محليه اه بكيف كيف باش نعود نحط الطالية متاعي وباش تبقى ننفذ بالفورشيتة باش يخرج لي الحاجات الزيدة الموجودة ونحاول بكي اخضان نحي اللي بول اللي بشاط العولي نهني اوكي المخبز متاعي ماشي حش برشا بقى شيد روحو شوية نحيتو حاتيتو في التقديمة ذوكا وطالكي باش ناخو الناكري باش ندهنوه نهني متهدهن ليش بالكديق على خاطر مزلت التريا اصلا ما حابيتش نمس كعبة المخبز برشا برشا باش متفسدليش الشكل متاح انتوما الناكري تاخدوه يا جري يا بلون انتوما وشنوه تحبو ثم كعبة عملتم ثم كعبة ليه اوكي باش نبدا في عملية التزيين بتاعي باش نقوصها بطريقة عشوائية واحدة كبيرة واحدة صغيرة و باش ناخو من بعض الغراء الغذائي اللي عملتو بالطيلوز نهبتكم في فيديو الوارد كيفاش عملنيه كيفاش عملنا الطالياخات كي باش نحطهم الكل في فيديو واحد باش يبانتو البارشا نحاولو كينجو ونحطو الغراء الغذائي اذا كما كاتروش منو بارشا باش ما يتطري لناش اعجينة السكر ويالكنا المخبز متاعنا ويجي الشكل متاعو ماهوش ميزيه نهني كما تشوفو كملتها ومن بعد باش نختار الوردة اللي باش نحطها كيف كيف الوردة بتاعي تكون شايحة والهني ساي حدد البلاسة اللي باش نحط فيها الوردة ومن بعد باش ناخو شوية ناكخي ناكخي متاعكم كان عندكم الماء بتاعو باك الالكال اللي يتحل فيها وينو ما عندكم مش تنجمو تستعملوا الماء الورد يعطي قو مطعم محلي تاخذو الكاسنتري اذيك الكين هازي تتحسوه اذيك تعطي لقة ولمعة وغريحة قوية محليها وابنينة ناهني باش نعمل شكل اخر بالعجينة الروج كيف كيف باش نعملها بشكل عشوائي واحدة كبيرة واحدة صغيرة ونعملها بالغيرة الغذائي وندورها على كعبة المخبز متاعي كنو اصلتوا لهنا وكملتوا الفيديو متاعنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة عائلة فاطمة اومض وجيمني الفيديو كنعجبكم ومن بعد مانيش باش نتقايد بالزينة ذيك باش نحاول نبدل جوست عملت لكم نفس الموديل منو واحد في البلان واحد في الرو ومن بعد باش نبدل الزينة حسب لباش تختاري في مخي مانيش رسمة اي حاجة معاينة باش نعملها خاطر وقت اللي نبدأ نستعمل في يدي في الحلو مخي يسرح ونعمل حاجات ما كنتش مبارا مجتها جملة انا اصلا كنت مبارا بجاء الموديل لولاني اللي عملته لكم ومن بعد كل مرة تختار علي فكرة باش نبدل الموديل كياني نعمل في لوحة فنية يسر تعجبني الخدمة ذي ترتحني اصلا نفسانيا وما تخليكش محدد في مكان معاين تخليك ديما تحاول تفكر كيفاش بش تزين كيفاش بش تعمل موديل متاعنا الثالثة عملناه كعبة بكعبة كعبة كعبة روج وكعبة بلان من بعد باش ناخروا الاطراف متاعي باش نحطهم برناك خي باش يعطوا لقق ومنظر هنين نحاول ديما نختار الورد حسب الشكل متاعي وكيفاش بش يحلى في عيني هنين نحاول نطق بشوية كعبة المخبز مفوق مداما هي مزلت تريا وكي تبدأ عندكم الطالية بحديكم وما وقتها مزلت وعملت طالية اخرى جديدة سنجموا تلاسقوا بالطالية كما عندكم الطايلوز والطايلوز هو ضروري خاطر بتبيع بالشيح لكم عجينة السكر ويكون غذاء غراء طبيعي باش يلاسق لكم الكعبة المخبز متاعك مسوى وارد ولا عجينة سكر هنا اذا اختارت الموديلة ذاية جزت عملت سبتة ملوتة في البلان وذي كيف كيفاش نعملها في الروج نحاول نحط شوية من الغراء متاعي واللسقي كانت ما عندكم مش الغراء تنجموا تستعملوا الطالية اللي باش نعبطها في الفيديو القادر ولاش نتستعملوا شوية ماء وارد ولا ماء زهر وتلاسقوا بيه لاني باش نعمل ثقب وباش نحط الوردة متاعي اللي اخترتها لاني كيف كيف الشكل متاح ياسر مزين بالرغم اللي هي مزلت مرتحتش وكي ما تشوفو كي نحط يدي مزلت اصلا التريا الطالية متاعي مشاحتش انتو ما تخليوها تشيح بالقادر بالقادر باش ما كيتمسوها تبقى ما تبقاش التراص متاعي ديكم فاهم اللي هني باش نقسمها اشتر روج واشتر بلون ونحاول نسمحها بشوية بشوية كما تشوفوا هون التراص تعييد دي خاطر مزلت مشاحتش فيه اصلا والهني باش نختار الوردة متاعي وباش اللسقها نختار الماكينة متاحة بالقادر وباش اللسقها والهني بقيت نختار في الوردة حاول نطقه في الغسط ونحط الوردة متاعي يشوفوا لهني الشكل متاعي وياسر محلية وراقي وياحلى في العين لهني كيف كيف باش نعمل شكل اخر مختلف على الاشكال اللي عملتهم اقبل باش نحاول نعملها كينها هادية باش ناخو اه زوز اه بوندات في البلون ونحطهم كينهم قطع ومقتوع وانبعد باش نحط الوردة متاعي نحاول ديما الوردة ننصقها حسب الشكل متاعي الهني بطلت كنش نحط وردات على جنيب حسيتها شارجي باشا جيس باش نحط شوية مكشة رأت في البلايس الفارغة مرة بلون وكان عملتوا البلون من فوق تعملوا الروج ملوته كان العكس بالعكس كان من فوق روج تحطوا ملوته بلون والهني ديما نحاول نختار الوردة اللي تطلع عالموده. هنا الكعبة متاعي سي يحضروا شوفوا محليهم اه بثلاثة كسان اه ثلاثة كسان لوس حضرت سبعة كعبة هذوك ومعهم كعبة اخرى صغيرة ذاك تكلت منزلت كتابة ولهني شوفوا محليهم كيفاش مزينين طوريكم في اخر الفيديو كيفاش قسمناها وكيفاش الشكل متاعي هطلع محليهم محليهم. شاء الله الفيديو يعجبكم. الهني بش نقسم لكم كعبة ذاك في الليل نعطي ذراع تصوير خطر ظلمة في الكوجينة متاعي نقص شوية اضاءة. الهني بش نقسم لكم كعبة وبش نوريكم الكيفاش همزينة ومحليه الهني ما شحاتش بارشة الطالية متاعي وكيف كيف الورد مزين ملسق ليش بالكده بالكده انتو ما لازمكم وقلي تعملوا طالية بيتها اومنتو بغضوة زيناها. ان شاء الله تابعوا المراحل الكل باشو الوصفة متاعكم تنشح لكم وديكم نفس النتيجة. الهني شوفوا كيفاش المخبز متاعي كيفاش طيب ومن داخل المعلق ما هوش اصلا معجن وما هوش شايح جملة اه طريفة الزبدة اللي اصلا عمل التعليكة والبنة في المخبز متاعنا. كيما تشوفوا ياسر بنين بنين اتمنى تجربوا الوصفة وهي وصفة جازائرية مهيش تونسية لخاطر احنا عنا حلو زيادة مزيين. ان شاء الله الايمة القادمة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.